بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع الدرس الثاني الآداب فقوى سلوك الصف الثاني لابتداء مادة الدراسات الإسلامية الترمي الأول الآداب الثاني أذكر عدبين من الآداب التي تعلمتها في الدرس السابق الدرس السابق كان بيقول لي ما أرفع صوتي على من يتكلم عدب الاستئذان لا أقاطع الآخرين لا أرفع صوتي أثناء التحدث أبدأ بالسلام حين ألقى من يقابلني لا أتقدم على من هو أكبر مني أبتسم في الوجه وأحيي بتحية الإسلام نصافح بس في وقت كورونا لا نصافح كل هذه من الآداب التي نكتبها يعني ممكن أقوله أصافح أخي عند ملاقاته وأبتسم في وجهه وأحييه بتحية الإسلام نكتب الثلاثة دول أصافح وأخي عند ملاقاته أبتسم في وجهه وأحييه بتحية الإسلام دول نكتبهم عندنا في السطري تمام نروح بيقول لي ضع علامة صح تحت الصورة الصحيحة وعلامة خطأ تحت الصورة الخطأ أول الصورة هذه الأولى دي خطأ ليه ما في نظام هنا لا يوجد نظام عمله خطأ هنا في نظام صح ما الأولى خطأ والثانية صح هنا يرمي في سلة المهملات صح هنا يرمي في الطريق العام خطأ ما ينفع أن نرمي القمامة في الطريق العام لحتى لا نؤذي الآخرين المحافظة على النظام والأداب الشرعية من أخلاق المسلم تحافظ على النظام في الصف في الطبور في كل شيء خروج والدخول في التباعد والأداب الشرعية الأداب العامة عدم إلقاء القمامة في الشارع ودع القمامة في سلة المهملات كل هذه من أخلاق المسلم أصل العبارة بالصور المناسبة لها أنصح بصحبتهم أنصح بصحبتهم من يصلي أنصح بصحبتهم من يقرأ ويذاكر أما من يلعبون ويتدافعون ويشوهون دون لا أنصح بصحبتهم ليه أن نطلع بقى هنا كده ونقول لا أنصح بصحبتهم يعني الثلاثة التنين دولا ما ننصح بصحبتهم أن هذا ممكن هذا يطيح على رأسه جلونزيف وهذا منظر لا يليق بالمسلم أن يشوه الحائط عكذا النظافة من الإيمان والقذارة من الشيطان أيضا هنا التدافع هذا ممكن يسكر الباب على يد زميله ويقطع أصبعه وهذا حدث بالفعل في بعض المداز فلا يجوز أن نفعل هذا يحثني ديني على مصاحبة الصالحين والأخيار يحثني ديني يعني ديني بيقول لي صاحب الصالحين والأخيار المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء على ديني خليله يعني زي صحبه فلينظر أحدكم من يخالل شوف أنت بتصحب مين لأنه هو بيمثل الصورة الطيبة لك إذا كنت أنت طيب هو زيك طيب إذا كان شرير الناس ستقول عليك أنت شرير أحدد الصواب والخطأ في الصور الآتية هنا يعطيه طعام هنا صواب هذا يرمي القارورة في الشارع هذا خطأ هذا خطأ إعطاء الطعام للعامل هذا من الرحمة والرحمون يرحمهم الرحمن طيب نروح للبعده هنا الرجل يقول للصائق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا هذا تحية الإسلام رائع هنا الفتى يأمر العمال بحمل هذه الأهجار وهذا طبعا هنا خطأ يعني كثير عليهم أنهم يشتعلوا هذا دي محتاجة بالدوزر عربية نائل عمال كثيرون أما أن تقولوا له احمل كل هذا فهذا يعني ما لا يطيقه العامل وهذا ليس من الرحمة الرحمون يرحمهم الرحمن أحترم الخدمة والعمالة وأحسن إليهم لأنك حينما تحسن إليهم يحسن الله إليه الله يحب المحسنين أيضا حينما تحسن إليهم تأخذ الحسنات فمن يطعم الإنسان أو الطير أو الحيوان يأخذ الأجر من سقك كلبا دخل الجنة فما بالك إذا أنت سقيت العامل وأحسنت إليه أذكر التهنئة التي أقولها في المناسبات الآتية في العيد نقول إيه كل عام وأنتم بخير وممكن أقول عيد مبارك عساكم من عواده رمضان أو لإيه كل عام وأنتم بخير تقبل الله منكم الصيامة والقيامة وصالح الأعمال وممكن أقول رمضان مبارك أو شهر مبارك عليكم كل هذه دعاء أنت بتدعي لأن ربنا يبارك له تقبل منه كل عام أنت بخير ونقول كل عام ولا كل سنة لأن السنة دايما تكون مشقة أما العام فهو لفظ العام يدل على الخير أما السنة فتدل على البأس والشدة والقسوة نقول كل عام وليس كل سنة هنا يقول له كل عام وأنتم بخير عساكم من عواد عيد مبارك وشارك أهلي وأقاربي فرحتهم في المناسبات السعيدة وأهنئهم بها في ضوء الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا يحرص الجميع على اتخاذ الأسباب الوقائية وذلك بالالتزام بالتوجيهات الصحية مثل التباعد وعدم المصافحة حتى لا تنتقل العدوى من بعيد السلام عليكم كده أضعوا علامة صح أمام التصرف الجيد وعلامة خطأ أمام التصرف الخطأ وهنئوا أخي في بمناسبة تفوقه في دروسه صح وصاحب من يؤذي الآخرين بلسانه ويده خطأ أركبه في حافلة المدرسة بانتظام صح ونظم دروسي وأدواتي قبل النوم صح كل شيء يبقى جائز ونطلعش الصبع بقى نجر وربع وفن الكراسة وفن الألم ومش لقى الشمطة وفن الشراب هذا ليس من النظام أبين التصرف الصحيح في المواقف الآتية إذا شتمني أحد إذا أحد شتمني أرد عليه وأشتمه بأكثر مما شتمني ولا أصفح عنه ولا أرد عليه طبعا أصفح عنه ولا أرد عليه إذا رأيت الزحام أثناء الخروج من المدرسة أزاحم حتى أخرج من المدرسة ولا أنتظر حتى ينتهي الزحام ثم أخرج من المدرسة أنتظر حتى ينتهي الزحام ثم أخرج من المدرسة حتى لا تنتقل العدوى حتى لا أدفع جميلي فيقع على وجهه فيصاب حتى لا نضايق بعضنا البعض إذا علمت أن خالتي رزقت بمولود أزورها أنا وأمي وأهنئها ولا أفضل عدم الذهاب مع أمي وأبقى في المنزل طبعا أزورها أنا وأمي وأهنئها ليه واجب عليك أن أنت تشارك لكي تحبك وتصبح اجتماعي وتأخذ الأجر لأن الصلة الرحم حث عليها الإسلام أكمل العبارات الآتية وحافظ على على نظافة المدرسة صغر الخط شوية عشان يكفي وحافظ على نظافة المدرسة وشارك الأهل والأصدقاء في مناسباتهم زي خالتك لما ويددت أو في العيد هنيه الخدم وأحسن إليهم هنا أخر حاجة هي أحترم الخدم وأحسن إليهم كما جاءت في الكتاب أحترم الخدم وأحسن إليهم أذكركم بأن القناة عليها قائمة لغتي ودراسات إسلامية وعلوم رياضيات ومهارات حياتية من الصف الأول للسالس اللي عنده قريب أبطال يرسل له رابط القناة ويدعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والتعليق الجيد ادعو لنا وما تنسناش في نشر القناة لأقريبكم وأحبابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته